مع صحابي جديد مبشر بالجنة من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وهو سيدنا زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة دخلت الجنة أي في المنام في الرؤية رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه وكأنه دخل الجنة قال فإذا بجارية شابة في الجنة فقلت لمن أنت؟ قالت أنا لزيد بن حارثة قالت أنا لزيد بن حارثة إذن هذا مبشر بالجنة ورؤية الأنبياء وحي كما قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رؤية الأنبياء وحي والرسول صلى الله عليه وسلم رأى أنه دخل الجنة فوجد جارية هي لزيد بن حارثة مما أعده الله عز وجل لزيد في الجنة من النعيم الذي ينتظره قال العلماء وأيضا هو مبشر بالجنة بقول الله عز وجل وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله أنعم الله عليه بالإيمان وأنعمت عليه يا محمد بأن أكرمته وقربته إليك إذن هذه النعمة بالإسلام بشر بها سيدنا زيد وهو على قيد الحياة كما ذكر أهل العلم إذن سيدنا زيد بن حارثة هو مبشر بالجنة وإن لم يذكر في حديث العشر المبشرين بالجنة ما قصة سيدنا زيد بن حارثة وكيف بلغ هذه المنزلة عند الله تعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم تعالوا لنتكلم عنه رضي الله عنه في هذا اللقاء أيها الإخوة سيدنا زيد بن حارثة أصله رجل حر من عائلة حرة لكنه اختطف في يوم من الأيام ومن اختطفوه باعوه في السوق على أنه عبد وهذا كان في الجاهلية من الأبواب التي يدخل منها الناس إلى العبودية أن يكون أسير فيصير عبداً أنه يختطف فيصير عبداً أن يكون عليه دين فيعجز عن سداده فيصير عبداً لصاحب الدين أشياء كثيرة الإسلام جفف هذه المنابع للرق ووسع أبواب خروج العبيد من الرق إلى الحرية حتى انتهى عصر العبودية وصار الكل عبيداً لرب واحد سبحانه وتعالى إذن اختطف وصار عبداً وهذا ما ذكره أخوه جبل ابن حارثة